ما يحدث في أوكرانيا لن يظل محصورا داخل حدودها هذا ما خلصت إليه وكالة بلومبرغ كلام الوكالة بحسب محللين يتماهى بشكل أو بآخر مع مقال في صحيفة لوفجارو الفرنسية يثير قضية صربيا وكوسوفو المقال يؤكد أن القضية تمثل ملفا ساخنا آخر يواجه الأوروبيين بعد أوكرانيا وتقول كاتبة المقال أن منطقة البلقان ظلت مثل قنبلة موقوتة في وجه أوروبا منذ بداية القرن الماضي يرى بعض المراقبين أن التوترات في كوسوفو ليست معزولة عما يحدث على الساحة الأوكرانية ولسيما مع تقدم القوات الروسية وسيطرتها على مناطق استراتيجية كباخموت يأتي ذلك مع مواجهات في كوسوفو أسفرت عن إصابة العشرات من قوات الناتو التي لا تزال تعمل كحاجز بين الأقلية الصربية الصغيرة في الشمال والأغلبية الألبانية في هذه المقاطعة المشكلة بدأت على خلفية مقاطعة الصرب الانتخابات البلدية الأخيرة في شمال كوسوفو ما أفضى إلى انتخاب رؤساء بلديات ألبان بنسبة إقبال متدنيات جدا أشعل تنصيبهم من قبل حكومة كوسوفو أزمة جديدة صحيفة لوفيغارو تقول إن منطقة غرب البلقان أصبحت بعد 25 عاما من الحروب في يوغزلافيا السابقة منطقة رمادية وغير مستقرة وتؤكد أنه منذ الأزمة الأوكرانية أصبح الوضع في دول البلقان غير مقبول في ظل اهتمام أوروبي بأوكرانيا وتجاهل سراعات جديدة محتملة